مرتزقة أمريكيون في اليمن قد يبدو هذا الخبر صادما للكثير وغير مقنعا للبعض لكن موقعا أمريكيا يثبت بالأدلة أن هؤلاء المرتزقة ليسوا مجرد خبر دعائي بل جنود مستأجرون من قبل الإمارات أتوا خصيصا لتعطيل وتدمير التجمع اليمني للإصلاح موقع بزفيد الأمريكي نشر تقريرا مطولا معمدا بالوثائق ومزودا بالصور والفيديوهات عن عمليات اغتيالات وتفجيرات تمت في المناطق المحررة مؤكدا أن هؤلاء المرتزقة كانوا جنودا سابقين في القوات الأمريكية قامت أبو ظبي بحسب الموقع باستيجار المرتزقة من قبل شركة متخصصة بالاغتيالات يديرها مقاول أمن إسرائيلي اسمه جولان وثق بازفيد عملية فاشلة لاغتيال القيادي والنيابي الإصلاحي إنصاف مايو عبر محاولة تفجير مقر حزب الإصلاح في التاسع والعشرين من ديسمبر من العام الفين وخمسة عشر فشلت هذه العملية لكن المقاولة الإسرائيلي جولان اعترف لموقع بازفيد بارتكاب العديد من الاغتيالات في اليمن مما يوضح الكثير من الغموض حول عمليات الاغتيالات التي حدثت في عدن وقيدت ضد مجهول فضيحة المرتزقة الأمريكيين فتحت النار مرة أخرى على الدور الإماراتي في اليمن خصوصا وأن الموقع الأمريكي تحدث عن صفقة جلبت مرتزقة أجانب إلى شوارع عدن بعد اكتماع في أبو ظبي ضم محمد دحلان مستشار محمد بن زايد ورئيس الأمن السابق للسلطة الفلسطينية الفضيحة الإماراتية أثارت الشكوك حول الدور الإماراتي في محاربة الإرهاب في اليمن حيث تعد الإمارات وكيلا موثوقا لواشنطن في هذه المهمة وهو الوكيل الذي استخدم غطاء محاربة التمدد الإيراني في اليمن لتصفية حزب سياسي شريك في مهمة السعادة الشرعية ومواجهة ميليشيا الحوثي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر